السلام عليكم بعد ساعات من انتخابها لشغل مقعد غير دائم في الهيئة الدولية للمرة الاولى في تاريخها اعلنت السعودية اعتذارها عن عدم قبول العضوية في مجلس الامن الدولي الخارجية السعودية برنت القرار بما سمته عجز المجلس عن انهاء الحروب ومعالجة الازمات الدولية لذلك فانها تعتذر الى ان يتم اصلاحه وتمكينه فعليا وعمليا من اداء واجباته وتحمل مسؤولياته في الحفاظ على الامن والسلم العالميين بحسب بيان للخارجية السعودية كانت الجمعية العامة للامم المتحدة قد انتخبت امس كلا من نيجيريا والسعودية وتشاد وتشيلي ولتوانيا لعضوية مجلس الامن الدولي لمدة عامين ومن جدة ينضم الينا رئيس مركز الشرق الاوسط لدراسات الاستراتيجية والقانونية السيد انور عشقي اهلا وسهلا بك سيد انور معنا يعني كيف يفهم بداية هذا القرار سيد انور سيما وان السعودية هي التي تقدمت لترشح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اهل واتحان العلا المنزة العربية السعودية وجدت ان مجلس الامن طبعا لا يقوم بدوره الحقيقي في اشعة السلام والمحافظة على السلام والامن الدولي اه مجلس الامن اتخذ مواقف سلبية في كثير من القضايا سبعا كانت قضايا الروهيجة الذين يقتدونها وتحرص منازلهم وبيوتهم ولم يتخذ فيها قرارا قضية طبعا فلسطين قضية سوريا فلهذا المنزة العربية السعودية ارادت تبلغ العالم كله بان هناك في اه يعني يعني في تقصير من المجلس الامن ولا بد من المجلس الامن ان يعود خلص عباته ويحتم بهذه القضايا اولا تحقيق السلام في سوريا ومن ثم تحقيق السلام ايضا واحتال فلسطينيين حقوقهم ونزع السلاح الشامل من منطقة الشركة الوسطى سيد انور يعني القضية الفلسطينية ليست قضية مستجدة لماذا هذا الرفض الان يعني عندما تقدمت السعودية بهذا الطلب للترشح كانت القضية اصلا الفلسطينية هناك مشاكل فيها منذ زمن ليست مستجدة ايو صحيح انا لم اكن فقط الفلسطينية لكن هذه من ضمن القضايا مجتمعة هي التي ابانت عن تقصير مجلس الامن وتقصير الدول الكبرى في هذه القضايا لحلها تكيب بمكالين وطبعا هناك في امور تهتم بيها ومترحة اخيرا بان الدول الكبرى الامن تهتم بمصالحها اكثر مما تهتم بالسلامة الاجتماعية بشكل سريع سيد انوار باغتنا الوقت لا تعتقد ان المشاركة قد تفيد اكثر في هذه الحالة وليس الاعتذار لا شك المشاركة قديد لكن الاعتذار ينجدها الناس الى الخطر ولكن المشاركة ودون المشاركة المملكة لن يعني وجودها موجود وفعاليتها موجودة حتى مع عدم يعني احضر الامتيازات في بجلس الامن لان المملكة تحضر دائما جلسات وجلس الامن وتقدم اعيها لكن فقط الفرق هو في مسألة التصويت والتصويت الدول التي في مسألة الامن على علاقة جيدة مع المملكة العربية السعودية وممكن ان تقوم بدورها المملكة في هذه العملية السيد انوار عشقي رئيس مركز الشرق الاوسط لدراسات الاستراتيجية والقانونية كنت معنا عبر الهاتف من جدة شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة ومن نيويورك معنا ايضا مراسل الميادين حول هذا الموضوع نزار عبود اذا نزار بداية يعني ماذا بعد هذا الاعتذار من السعودية ماذا يحصل الان هل يتم انتخاب دولة اخرى في الحقيقة ما حصل خلال الـ 24 ساعة الماضية هو سابقة لأول مرة تحصل منذ 67 عاما في تاريخ المنظمة الدولية لن يحدث ابدا ان رشحت دولة نفسها وتم انتخابها وانفقت الكثير من المال لكي تنتخب ومارست بالنماسية على مدى عدة اعوام لكي تحصل على الاصوات وكانت اقل اصوات حصلت عليها الدول التي نجحت امس 177 سلطان بينما الدول الاخرى كانت معظمها كالتشاد وغيرها حصلت على اكثر من 184 سلطان لأول مرة تحصل ان تتخلى دولة عن مقعد ساعة من شكل حفيقي للحصول عليه وهذا مقلس ماديا ومقلس سياسيا لانه يظهر عدم موج سياسي للكذل الدولة التي ستضطر الجمعية العامة لان تعقل جلسة اخرى الانتخاب لدولة بديلة عنها في الوقت هناك صيغة يتم التبادل فيها كل اربع سنوات تحتالى دولة عربية من شرق البحر القوسط هذا المقعد وبالتالي عندما تنسح بالمامة العربية السعودية لابدنا من البحث عن دولة اخرى عربية من شرق البحر القوسط تقبل بها المجموعة الاسيوية ومجموعة محيط الهادي والجزر الصغيرة لكي ترشحها وتذكي انتخابها لكي تعطيها الاصوات وتفتنجح هذه عملية تحتاج الى وقت طويل هناك ترجحات بان تأتي الامارات العربية المتحدة بعد السعودية والسؤال الذي يطلح هنا والذي يردده المراقبون لماذا فعلت السعودية ذلك؟ هل هي تستطيع تغيير مجلس الامر؟ نعم مجلس الامر يحتاج الى اصلاح لكن من يقرر اصلاح مجلس الامر وهو الهيئة التنفيذية العلمية في الامم المتحدة هل تستطيع الدول الصغيرة ان تغير مجلس الامر؟ طبعا هذا النظام قائم من بعد الحرب العربية الثانية وتغييره يحتاج الى اجماع دولي والاجماع الدولي تعبته دائما من خلال المشاورات ومن خلال التوافق ولا يتم بنوع من التمرد او بنوع من الاصيان في داخل مجلس الامر او خارجي بالتالي هناك معزق جميلماسي محرج للمنطقة العربية السعودية التي لم تلقي كلمتها في الجمعية العامة هذه السنة ولا قررت ناوة اخرى بالتالي هناك احراج على مستوى السياسة السعودية اكثر منه على مستوى الامم المتحدة لكن سيربك الامم المتحدة بالقاطع نزار عبود مراسل الميادين كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك شكرا جزيلا لك الى ذلك وفي موضوع متعلق بشأن السعودي اعلنت وزارة دفاع الامريكية عزمها بيع السعودية ودولة الامارات اسلحة وذخائر بقيمة اجمالية تصل الى 11 مليار دولار زينب طفيل والتفاصيل 11 مليار دولار هي قيمة صفقة الاسلحة والذخائر التي وقعتها المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة مع الولايات المتحدة ووفق الصفقة فان واشنطن ستزود الرياضة بألف قنبلة متطورة خارقة للتحصينات وبخمسة الاف قنبلة مماثلة للامارات حيث ستشمل الصفقة ايضا صواريخ بعيدة المدى هذه الاسلحة ستجهز الطائرات الحربية السعودية والاماراتية من طراز F-15 وF-16 صفقة يرى فيها البنتاجون انها ستسهم في تعزيز الامن القومي للولايات المتحدة المملكة السعودية وخلال السنوات الاخيرة سعت الى تعزيز مشترياتها من العتاد العسكري وصفقة الاسلحة هذه مع واشنطن هي واحدة من صفقات عديدة وصل عددها الى نحو 56 في تاريخ العلاقات بين البلدين من بينها صفقة عام 2010 التي تعد الاكبر والاهم مع واشنطن والتي شملت شراء عشرات الطائرات والمروحيات بقيمة حوالى 60 مليار دولار تلتها صفقة وصلت قيمتها الى 29 مليار و400 الف دولار لشراء طائرات F-15 هذه الصفقة اتت في اجواء ثورات الربيع العربي اما في العام الماضي فابرم الطرفان صفقة بقيمة 6 مليار و700 الف دولار لشراء طائرات نقل وتمويل في تونس تستمر العملية العسكرية التي بداها الجيش ضد المسلحين في هذا الاطار اعلن وزير الداخلية لطفي بن جدو لوكالة صحافة الفرنسية اعلن عن تمكن القوات المسلحة من قتل عدد من المسلحين كما شنأ طيران الحربي التونسي غارات مكثفة على مواقع في جبل التلة بمنطقة جبلات في او من محافظة باجا غرب البلاد يعتقد ان ارهابيين يتحصنون بداخلها مع تزايد هجمات الجماعات المسلحة في انحاء متفرقة من تونس سيطرت المشاكل الامنية على الشارع التونسي في وقت يزداد فيه الغموض بشأن مصير حوار وطني بين الفرقاء السياسيين التونسيون افقوا على وقع اشتباكات ييلية بين رجال الامن وعناصر مسلحة اثر هجمات استهدفت مراكز امنية حدودية في محافظة جندوبة شمال غرب البلاد على مقربة من الجزائر لم تسفر عن اصابات لكن الاستباكات عادت ظهرا اكثر عنفا في منطقة قبلات التابعة لمحافظة باجا في نفس الجهة من البلاد عناصر مسلحة ارهابية باغتت دورية عادية للحرس الوطني واطلقت نيران كثيفة ادت الى مقتل ضابط كبير وعنصري امن واصابة ثالث وبولئات باجا قتل عنصران من المجموعة المسلحة المتحصنة بجبل التلة بمنطقة قبلات والقي القبض على عنصر اخر بعد محاولته الفرار والتحصن باحد المنازل المؤسسة العسكرية والامنية دفعت بتعزيزات كبيرة في المدن الغربية لتمشيط مناطق عديدة وتعقب المسلحين لكنها ابدت تكتما حول سير العمليات وزارة الداخلية دعت وسائل الاعلام في تونس في بيان الى عدم الخوض في اي تفاصيل حرصا على سلامة سير العمليات الامنية ونجاحها وزارة الدفاع كانت قد افادت قبل العيد عن وجود معلومات حول تهديدات ارهابية تستعد جماعات مسلحة لتنفيذها في مناطق حساسة بالبلاد انذاك دفعت المؤسسة العسكرية بتعزيزات مهمة جنوب البلاد تحسبا لاي تهديدات محتملة من قبل الجماعات المتشددة من جهة اخرى منع او منع رئيس التونسي المنصف المرزوقي ورئيس الوزراء علي العريد ورئيس المجلس التأسسي مصطفى بن جعفر من حضور مراسم تشيع عنصرين من الجيش قتلا برصاص مسلحين غرب البلاد الجنازة مظمت في ثكنة للحرس الوطني في منطقة العوينة في العاصمة التونسية وتخللتها تظاهرة وهتفات لعناصر امنية طالبت المسؤولين الثلاثة بالمغادرة ووصفتهم بالجبناء ومن تونس معنا مراسلة الميادين سميحة بوغانمي اذا سميحة لو تضعينت في تفاصيل اكثر عن هذه العملية العسكرية نعم ميدانين يتواصل القفلة هنا في جبل اسماعيل اللي محاولة القبض على العماسة الارهابية وبحفظ المعلومات تم حاجز كميات من الاسلحة والمتفجرات وايضا تم القاء القبض على عدد من المسلحين لكن الى حد الاخل نحظة لم نتمكن معرفة عدد هؤلاء المسلحين لان هناك تكثم امن شديد في الوصول الى المعلومة وطبعا لحفاظ على سير العمليات بحسب عناصر الامن الموجودة هنا ايضا تم اصابة عنصر امن مقاوية الكموندوس وتم نقله الى المستشفى يعني هذا ميداني على ما يهري هنا في جوار اسماعيل ايضا خرجت قبل قليل وقفة احتجاجية امام مقار وزارة الداخلية تطالب بوضع لظاهرة الارهاب والتعجيل في الحوار الوطني وتحديد حكومة كفاءات وطنية سميح البغاني مراسلة الميادين كنت معا عبر الهاتف من تونس شكرا جزيلا لك سياسيا رأى عبد الحميد الجلاص نائب رئيس حركة النهضة في تونس ان توافق بخصوص الهيئة المشرفة على الانتخابات سيتطلب وقتا لكنه اكد حرص الحركة على المشاركة في الحوار وانجاحه وفي مؤتمر صحفي عقدته الحركة حددت فيه موقفها من الحوار الوطني واخر المستجدات السياسية في البلاد حذر الاجلاصي من مغبة استبعاد اي طرف من الحوار واكد ضرورة التهديئة لانجاح المرحلة الانتقالية حركة النهضة لابد ان تتصل الرباع الرائع للحوار لابد ان يتصل وحتى الاحزاب الاخرى ما لازمش تحب منها اطراف في التركين لأن هذه مشتجرها الى مزيد من التصلب مش يضرر بالمسار بتاع الحوار الوطني ولذا قلنا نحن نحن داخلين للحوار الوطني نحب نجحه نحب نصير دستور لتواس ونحب نحيق العرضية بالدستور وبأية الانتخابات وبموعد الانتخابات وبالقانون الانتخابي الى الموعد انتخابات رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة اكد من جهته ان الحوار الوطني يحتاج عدة اسبيع العريض قال لابد من الاعداد الجيد للحوار وان القانون الانتخابي ضمانة من ضمانات ديمقراطية مع التعجيل بخطوات هذا الحوار ولكن حتى ينجح هذا الحوار نبد من اعداد جيد هذا القانون الانتخابي سيكون قانون ضمانة من ضمانات ديمقراطية نحن جميعا الشركاء في الحوار الوطني وفي المجلس الوطني التأسيسي بصدد معالجة هذه الاشكالية اول ما تحل اشكالية الهيئة العلم المستقبل الانتخابات يجب ان نحدد موعد نهائي الانتخابات وان يصدر هذا الموعد بقانون من المجلس الوطني التأسيسي وهنا اريد ان اشير الى ان هذا الحوار هو في نهاية المطاف سيكون في المجلس الوطني التأسيسي من تونس ينضم الينا العضو المنسحب من المجلس التأسيسي عن حركة نداء تونس السيد عبد العزيز القطي سيد عبد العزيز اهلا وسهلا بك معنا في نشرة الاخبار يعني بداية كيف تعلق على كلام السيد عبد الحميد الجلاسي نائب رئيس حركة النهضة من انه توافق بخصوص الهيئة المشرفة على الانتخابات سيتطلب وقت وايضا محذرا من مغبة استبعاد اي طرف في الحوار شكرا اهلا وسهلا بكم وبكل مشاهدي قناة المهيدين اولا قبل كل شيء اريد ان اوضح او اصاع بان الحوار الوطني ومسألة الهيئة المستقلة الانتخابات هي جزء لا يتجزى من عدة مراحل في خارطة طريق التي قدمها الرباعي للحوار والاشكالية الموجودة الان في تصحيح هذه الهيئة هي ما قامت به المحكمة اليدارية من احكام من اجل معناها التراجع او الرجوع في بعض المراحل التي قامت بها لجنة الفرز داخل مجلس الوطني التأسيسي وهذا تفصيل لا يمكن ان يتوقف من اجله الحوار بل الحوار ونحن كمعارضة وكحركة نداء تونس داخل جبهة الانقاذ حريصين كل الحرز على ان هذا الحوار ينجح وعلى ان تتم كل المراحل والتي تتكون من مسارين اولا المسار الاول ويتمثل في التعاعد باستقالة الحكومة والدخول فورا في مشاورات حول رئيس حكومة مستقل ليس له انتماء سياسي وغير مرشح للانتخابات القادمة الذي سيكون كذلك حكومة كفاءات مستقلة تستطيع ان تدير المرحلة القادمة وهذا مطلب خرجنا به منذ يوم 25 جوليا يوم مقتل الشهيد او اغتيال الشهيد محمد البرامي اين اصبحت هذه المطالب؟ هذه المطالب تفاعلنا معها وتفاعل معها الرباعي الرأي للحوار الذي هو الان يعتبر معناها والذي قدم هذه خريطة الطريق خريطة الطريق التي قبلناها بما فيها من تنازلات والتي قدمنا من شأنها تنازلات خاصة في المطلب المتعلق بحل المجلس الوطني التأسيسي وقبلنا ان يكون المجلس الوطني التأسيسي ان يستمر عمله ولكن بمهمة محددة وبزمن محدد وخاصة المهمة التي تتمثل اساسا وهذا ما انتخبنا من اجله اشعب وهي المسألة التأسيسية من صياغة الدستور من الهيئة المستقلة للانتخابات والقانون الانتخابي من اجل المرور سريعا الى انتخابات في اقرب وقت ممكن ولكن المطلب الاول والذي تمسكنا به والذي هو اول بند في خارطة الطريق هو تعاهد الحكومة واستقالتها وتكوين حكومة كفاءات وطنية في مدة زمنية لتجاوز الثلاثة اسابيع من اجل ايجاد حلول للازمات الخانقة التي تعيشها البلاد اليوم على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الامني وما ترونه اليوم من اغتيالات تراق فيها الدماء التونسيين سواء السياسيين او الامنيين هذا بالاضافة الى الازمات الاخرى سواء على المستوى البيئي على المستوى الصحي وعلى المستوى الديبلوماسي لذلك نحن في جبهة الانقاذ وفي حركة نداء تونس نعتبر انه لا مجال الا للحوار والحوار يجب ان يفضي في اقرب وقت ممكن وفي الايام القليلة القادمة على حكومة كفاءات وطنية تستطيع ان تقدم حلول لما وقعنا فيه من مشاكل ومن مآزق كانت نتيجة لاخطاء حكومة فاشلة سواء الحكومة الاولى التي قادها سيد حمادي جبالي او الحكومة الحالية بقيادة سيد علي العريض ولكن سيد عبدالعزيز يعني يبدو ايضا انه حركة النهضة هناك خوف على هذا الحوار او انه هناك تجريع يعني هي حريصة على هذا الحوار فعليا نحن لم نتمكن من معناها لمس هذا الحرص على هذا الحوار باعتبار انه منذ اليوم الاول الذي انطلق فيه الحوار قام السيد رشد الغنوشي بالامضاء على الوثيقة في حين ذيلها بجملة تدل على ان هذا الحوار هو سيكون مبدأ للنقاش وليس التزام من حركة النهضة بهذا الحوار هذا بالاضافة الى ما قاله سيد علي العريض يوم الافتتاح كذلك وعدم معناها اعلان نية الاستقالة والالتزام بهذه الخارطة المسألة الاخرى هي عدم توقيع حزب المؤتمر من الجمهورية والذي يعتبر مكون من مكونات الثلاثي اليوم الترويكا اليوم الحاكمة وامتناعه عن امضاء هذه الوثيقة وخارطة الطريق هذه والالتزام بها في اطار معناها توزيع الادوار بينها وبين حركة النهضة كيف يمكن الخروج من عمق الزجاجة سيد عبد العزيز الان كيف يمكن الخروج في تونس من عمق الزجاجة لو سمحت سأقول لك ذلك هذا بالاضافة الى البيانة الذي قدمته حركة النهضة ومجلس الشورى من حركة النهضة الذي لا يلتزم فيه بخارطة الطريق هذه هذا بالاضافة الى ان 116 نائب داخل مجلس الوطني التأسيس الموجودين الان داخله والمرابطين داخله ومنهم 90 نائب من حركة النهضة يمضون كذلك على وثيقة لا يلتزمون فيها بالحوار الوطني وبقرارة الوحيو الوطني وما زالوا يتكلمون عن الشرعية التي سنتنتهي مرة ثانية وسنحتفل بذكرى انتهاء الشرعية مرة ثانية يوم 23 اكتوبر بالنسبة لنا كحل والحل الوحيد كحركة ندية تونس واجبهة الانقاذ هو الالتزام الفوري بخارطة الطريق التي قدمتها المنظمات الرعية والامضاع عليها هو الدخول في تطبيقها فورا والابتعاد على كل انواع المماطلة وكل التصريحات التي يمكن ان تفسد الجو هذا العام للحوار وان تعطي اشارات سلبية تؤدي الى عدم الثقة بين الاطراف الموجودة في الحوار ما نطلبه اليوم هو الدخول فورا في مفاوضات اولا الاعلان عن استقالة هاتي له الحكومة والدخول فورا في مفاوضات ومشاورات لمدة اسبوع من اجل الاعلان عن اسم الشخصية الوطنية المستقلة التي ستكون توافقية بين الجميع من اجل تكوين الحكومة القادمة التي ستكون حكومة كفاءات وليست حكومة محزبة وهذا ما نريد التركيز عليه ان المعارضة اليوم في تونس غير طرح على نفسها ان تكون في الحكم وانما انقاذ هذا البلاد وانقاذ تونس من براثين الارهاب والرداءة في الاداء سواء على المستوى السياسي او الاقتصادي او الامني او البيئي او الديبلوماسي السيد عبدالعزيز القطي عضو منصح من المجلس التأسيسي عن حركة نداء تونس كنت معنا من تونس مباشرة شكرا جزيلا لك اعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم ان الامم المتحدة تخطط لعقد مؤتمر جناف 2 بشأن سوريا خلال الشهر المقبل وفي سياق المتصل توقع نائب وزير الخارجية الروسي جنادي جاتيلوف انعقاد لقاء ثلاثي مطلع الشهر المقبل يجمع ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة والامم المتحدة تمهيدا لمؤتمر جناف 2 لحل الازمة السورية جاتيلوف لفت الى ان المسألة المهمة ليست تحديد موعد معين للقاء تمهدي او للقاء التمهدي بل هي التوصل الى تفاهم حول كيفية عقد المؤتمر وتمثيل الحكومة السورية والمعارضة فيه سياسيا ايضا اكدت واشنطن ان وزير الخارجية الامريكي جون كيري سينتقل الى لندن الاسبوع المقبل حيث يتوقع ان يلتقي ممثلين للمعارضة السورية على هامش اجتماعات ما يعرف باصدقاء سوريا وفي باريس نقلت صحيفة الحياة عن مصدر فرنسي مطلع على المفاوضات بالنسبة الى عقد مؤتمر جناف 2 ان السعودية اكدت للجانب الفرنسي انها لن تشارك فيه اذا لم يكن هناك وضوح حول هدفه وشروطه رئيس هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي السورية في المهجر هيثم منناع اعلن اليوم ان اسماء وفد الهيئة الى مؤتمر جناف 2 باتت معروفة منناع اضاف ان المشكلة مازال تتمثل بوفد الائتلاف السوري المعارض الذي يعاني من مشاكل داخلية ومن التخبط في العلاقة مع العديد من الجماعات المسلحة كما اشار منناع الى ان المشاركين من الهيئة الكردية العليا اصبحوا معروفين وتحددت معالمهم وكذلك الاقتراحات المتعلقة ببقية المعارضين السوريين ومن الاذقية ينضم الينا عضو المكتب التنفيذي في هيئة التنسيق السيد منذر خدام اهلا وسهلا بك سيد منذر معنا بداية من هي الاسماء التي تم طرحها وعلى اي اساس اختيرت لا شك بالنسبة للهيئة يعني اعتني ايقاد مؤتمر جنيف بما يتوافق الحقيقة مع الخط السياسي للهيئة البداية بالنسبة للهيئة يعني عندما طرح فكرة مؤتمر جنيف لا شك تداولنا في المكتب التنفيذي ويعني طرحنا مجموعة من الاسماء لكي تمثل الهيئة في اية مفاوضات في حالة بحال لم تنجح الهيئة والاطراف الاخرى في تشكيل وفد المعارضة مشترك نحن كنا منذ البداية نفضل ان يكون هناك وفدا مشترك لكن على اساس برنامج سياسي ورؤية سياسية واضحة لسوريا لكن كما تعلمين المعارضة السورية للأسف مختلفة جزريا ليس فقط في رؤاة سياسية بل وفي ارتهان اراداتي البعض منها لاجنداتين اخرى على كل حال ما يهم في الهيئة في حال دعينا كممثل الهيئة فسوف يرأس الوفد بالتأكيد لأستاذ حسن عبد العظيم المنصق العام وسيكون في الوفد الدكتور عيسام منع وسيكون أستاذ رجاء الناصر سيكون أنا أيضا في حال طبعا سمحت سلطات سوريا لي بالمغادرة سيكون أيضا عن الإخوة الأكراد في عضوية الهيئة في حال في حال لم يذهبوا كوفد المستقل يعني إذا ذهبوا كوفد المستقل باسم الهيئة الكردية العليا لن يشاركوا في وفد الهيئة سوف يشاركون ضمن الهيئة الكردية العليا علما أن هناك حزبين رئيسيين من الإخوة الأكراد هم في الهيئة سيكون أيضا إلى جانب هؤلاء طبعا هناك أيضا الدكتور عرف دليلة الشيخ رياض دار إلى آخر هناك أسماء عديدة ربما أغلب المكتب التنفيذ سيكون حاضرة في جنيف في حال اتخاذ قرارات معينة أو الاستشارة وتبادل رأي ودعم الوفد المفاوض للهيئة سيد منذر يعني روسيا تسعى لأن تكون كل الأطراف ممثلة في هذا المؤتمر أي تداعيات ستكون هناك في حال غياب طرف من هذه الأطراف أنا أعتقد من يغيب عن مؤتمر جنيف لن يؤسى على مؤتمر جنيف بمجرد نظري بل هو سيخسر هذه فرصة تاريخية لإنقاذ سوريا هذه فرصة تاريخية الشعب السوري لن يغفر أبدا لمن لا يساهم في إنقاذ سوريا ولذلك نحن دعينا ولا نزل ندعو الشركاء في المعارضة على اختلاف اتجاهاتهم ألا يفوتوا هذه الفرصة وقدرنا أكثر من مرة باتجاههم رغم الخلافات بل اقترحنا في مرحلة معينة أن يكون الأستاذ رياض سيف رئيسا للوفد المشترك وهو كما تعلمين هو من الاتناف بالنسبة الهيئة يهمها إنقاذ سوريا وليس هذا الشخصي أو ذاك فبالتالي وايضا نحن كنا دائما نقول الهيئة ليست في كل المعارضة والتيار ليست في كل المعارضة هناك معارضين آخرين ومن حق هؤلاء أيضا أن يساهموا في المطر بل أكثر من ذلك لا شك هناك أغلبية صامتة في الشعب السوري وهذه الأغلبية تحتاج إلى أن يكون صوتها مسموعا في مؤتما يقرر مصير بلدها بالنسبة الهيئة على جميع ممثل الشعب السوري ومن يساعد في إنقاذ سوريا عليه أن يشارك في هذا المطر وإلا التاريخ لن يرحم سيد منذر بشكل سريع لو سمحت يعني اليوم تعتقد في أي إطار يمكن وضع رفض بعض الأطراف في المعارضة من المشاركة في جناف 2 أنا حتى هذه اللحظة لست متشائما وأنا أعتقد ربما سوف يحضرون في اللحظة الأخرى أنت تعلمين في الخطوات السابقة لأي مؤتمر هناك أصوات ترتفع من أجل أن تعلي سقف مطالبها أو الشراطاتها على كل حال نحن نعلم الظروف التي يعني تحكم الكثير من المعارضين وبالتالي يعني عندما تقتنع الأطراف التي تمون عليها أقول بين القوسين في حضورها فسوف تحضر أنت تسمعين الآن بأوساط الاتلاف أصوات مختلفة البعض يقول علينا أن نحضر والبعض يقول علينا أن لا نحضر لكن على كل حال نحن علينا أن ننتظر في 22 شهر سوف يجتمع الأطلاف وأنا أعتقد يعني سوف يبلغ من قبل أمريكا والدول الصديقة لهم كما يقولون بضرورة الحضور أنا قرأت حقيقة الخبر وصلني أن من سوف يعترض على الحضور سوف يتهم بدعم الإرهاب وبالتالي هي ربما يعني تجنبا لمثل هذه التهمة ربما يحضرون ونعمل أن يحضروا حقيقة نعمل أن يحضر كل من يساهم بحل المشكلة في سوريا على أي حال فقط للتذكير أن السعودية أكدت لجانب الفرنسي أنها لن تشارك في المؤتمر إذا لم يكن هناك وضوح حول هدفه وشروطه السيد منذر خدام عضو المكتب التنفيذي في هيئة التنصيق كنت معنا من اللاذقية عبر الهاتف مباشرة شكرا جزيلا لك على الصعيد الميدانية فاد مراسلنا عن قيام الجيش السوري باستهداف مواقع للجيش الحر في حي جوبر شرق العاصمة السورية كما دارت اشتباكات في بلدة بيت سحم بين وحدات من الجيش السوري وعناصر من الجيش الحر تأتي تلك التطورات فيما يواصل الجيش عملياته بريف دمشق الجنوبي بعد سيطرته على بلدة البويضة مما يتيح له الضغط على المعارضة المسلحة في بلدة حجيرة شرقا واسبينة غربا ضمن عملية واسعة لاستعادة السيطرة على الريف الجنوبي بأسره كما دارت اشتباكات عنيفة بين عناصر من الجيش السوري وعناصر من الجيش الحر في حي القدم جنوب دمشق وفي ريف حلب يسود هدوء حذر بعد اشتباكات بين وحدات حماية الشعب الكردي وداعش في محيط بلدة معريين التابعة لمنطقة عزاز والمتاخمة لقرية قصة الجندو وقد اسفرت الاشتباكات عن مقتر ثلاثة من عناصر داعش وتكبدها خسائر في المعطا نبقى في حلب التي تعاني واقعا انسانيا صعبا وعلى الرغم من فتح الطريق اليها فان المدينة ما تزال تعاني من نقص في المواد الغدائية لسيما الطحين ما يخلق ازمة في تلبية السوق المفتقرة الى الرغيف يغادر ابو علي يوميا منزله في حلب متوجها الى موقف الانتظار عشرات المواطنين اصطفوا هنا الى جانبه امام احد الافران القليلة المتبقية شح الطحين الذي فرضه الحصار السابق للمدينة بالاضافة الى نقص المواد الاولية الزم العديد من المخابز بالتوقف عن العمل والى مشكلة الانتظار شكوى من ارتفاع الاسعار مقارنة بما كانت عليه قبل الازمة انا زلمي عندي هالولد عمشتغل بمئتين ورقة تلاتمئة ورقة كل نهار انا بدي شخصيا انا وابني بدنا كل نهار مية وخمسين ورقة خبز وباكيت وطبخة يعني كل نهار بدي سبعمية اثمانمئة ورقة بقى الله يعيني الساعد اللي بيرابته اربع خمس تنفوز ست تنفوز سبع تنفوز هذا كل نهار بده تتلاف ورقة من اين ده تجي تتلاف ورقة من تتلاف ورقة ما عم باخد انا خمسمية ورقة دخول قوافل المساعدات والمواد الى حلب لم يلغي مشكلة رغيف الخبز والافران فالاسواق عطشة الى الطحين وكل المواد الغذائية حاليا عمنا بيها سبع تنفوز اربع عشر رغيف بمئتين كانت اول كيلو بتسع ليران ان شاء الله ما تستمر ان شاء الله عم نحاول قدر الامكان ان نساعد المواطن ومنحط للمواطن اكبر كمية الاصعب على ابي علي من الانتظار في الطوابير هو الاولوية التي يعطيها بعض الخبازين لاصحابهم بالالتفاف على الدور وهو امر يتكرر في الفرن والعمل والوظيفة وكل مظاهر الحياة كما يشكو لكن الادهى يبقى دوما الظروف الاقتصادية المتردية والله العظيم وفي دير الزور شرق سوريا اعلنت المعارضة السورية عن احرازها تقدما بعد معارك عنفة مع الجيش السوري بحسب ما اكد المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض اليوم المصدر نفسه اشار الى سيطرة مسلحي المعارضة المتشددين على كلية الاداب القريبة من حي الرشدية وذكر المرصد ان جبهة النصر اقدمت على اعدام عشرات جنود سوريين بعد ان اثرتهم خلال الاشتباكات في هذا الحي وفي دير الزور شرق سوريا اعلنت المعارضة السورية عن احرازها تقدما بعد معارك عنفة مع الجيش السوري بحسب ما اكد المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض اليوم المصدر نفسه اشار الى سيطرة مسلحي المعارضة المتشددين على كلية الاداب القريبة من حي الرشدية وذكر المرصد ان جبهة النصر اقدمت على اعدام عشرات جنود سوريين بعد ان اثرتهم خلال الاشتباكات في هذا الحي قال وزير الخارجية المصرين بالفهم ان بلاده ستعمل على تأمين احتياجاتها الحيوية المرتبطة بامنها القومي من مختلف المصادر الخارجية سواء من الولايات المتحدة او من غيرها فهمي وفي حديث لقناة سيان ان اكد ان مصر حريصة على علاقاتها مع الولايات المتحدة طالما ان هناك حرصا امريكيا مقابلا معتبرا ان القرار الامريكي بتقليص المساعدات الامريكية السنوية غير صائب في وقت تخوض فيه مصر حربا ضد الارهاب وخصوصا في سيناء الى ذلك انطلقت مسيرات ضمت مئات المتظاهرين من انصار جماعة الاخوان المسلمين في القاهرة وفي شارع الهرم بالجيزة تلبية لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية في مصر تحت شعار جمعة كشف الحساب بيان للتحالف اوضح ان الاحتجاجات تأتي لمناسبة مرور مئة يوم على عزل الرئيس السابق محمد مرسي ونبقى في مصر حيث يجمع اسلاميون وليبراليون على رفض قانون التظاهرات الجديد المتوقع اقراره قريبا من قبل الرئيس المؤقت عدل منصور قانون ترى القوى السياسية انه يتعارض مع حرية التعبير جدل كبير اثاره قانون التظاهر الجديد الذي تعتزم الحكومة المصرية على اصداره بقرار من الرئيس المؤقت عدل منصور في اعقاب اجازة عيد الاطحى قانون عارضته بشدة القوى المدنية والثورية والاسلامية لكونه يسمح لقوات الشرطة باعتقال وفضل اي اعتصام باستخدام القوة كما لا يسمح القانون الجديد لأي شخص بالاعتصام او حتى التظاهر امام المؤسسات الحكومية هذا القانون احنا رفضينه شكرا موضوعا كل الطالة السياسية رفض هذا القانون ولازم نكون فيه حوار مجتمعي مع مطالب الشعب ومطالب الثورة ومن خلالها احنا كده اسمها مطالب واجهاض طالب ثورة 25 نايرش وان كان لابد من قانون جديد للتظاهر يشدد الخبراء على ضرورة احترام حرية المعايير الدولية التي ترسم شكل الاعتصامات والتظاهرات يصدر القانون بمادة تجرم استخدام الادوات المختلفة للعنف ويحدد ما هي هذه الادوات ثم عقوبات لمستخدم العنف على ان تقوم وزارة الداخلية طوال الوقت بحماية المتظرين السلميين هذه مسألة ضرورية لكن انا اعتقد انه من الاوفق والافضل والاجدى ان يؤجل النظر في القانون كله الى ما بعد انتخاب المجلس النيابي قانون التظاهر المزمع اصداره يرى كثيرون ان مصر ليست في حاجة اليه حيث يوجد بالفعل قانون ينظم التظاهر معتبرين انه مشروع القانون نفسه الذي فشل في تمريره حكم المجلس العسكرية عقب رحيل مبارك وكذلك الرئيس المعزول محمد مرسي منع التظاهر وليس قانونا لتنظيم حق التظاهر تفسير لبعض القوى السياسية والثورية لاصدار مثل هذا القانون في ظل تفعيل قانون الطوارئ الذي يمكن الدولة من السيطرة على اي نشاطات او تظاهرات غير سلمية سمي الشناوي القاهرة الميادين وإلى صفحة الأخبار الاقتصادية والزميلة اللي سار كرام يعطيك العافية اللي سار الله يعافيك عونا شكرا لك أهلا بكم مصر تسعى إلى الاستفادة من محصول القمح السنوي داخليا وأعربت الحكومة عن رغبتها بشراء 4 ملايين طن من محصول القمح المحلي للعام المقبل وزير التموين المصري محمد أبو شادي أوضح أن انتج القمح المحلي تراوح بين 9 ملايين طن وتسعة ملايين ونصف مليون طن سنويا وأن أكبر كمية اشترتها مصر من المحصول المحلي كانت 3 ملايين و700 ألف طن علما أن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم وتستهلك عادة نحو 18 مليون طن إجمالا وتشتري نحو عصرة ملايين طن سنويا من الأسواق الدولية انخفض هاميش ربح التكرير لدى مجموعة OMV النمساوية للنفط والغاز بمقدار النصف في الربع الثالث من العام إلى دولار و17 سنة للبرميل مع ارتفاع أسعار النفط الخام المشكلات الأمنية في ليبيا واليمن أدت إلى خفض انتاج الشركة وتقليص حجم مبيعاتها وهي التي يشكل انتاجها من الحقول النفطية الليبية نحو 10% من إجمالي انتاج الشركة أثار أزمة الميزانية تظهر على مختلف جوانب الحياة العامة في الولايات المتحدة حيث ألغت الحكومة الأمريكية قرارها أو تقريرها الشهري عن انتاج الحبوب والقطن للمرة الأولى منذ بدي إصداره منذ 147 عاما وقالت إنها لن تصدر تقريرات للمحاصيل الأمريكية أو العالمية قبل 22 نوفمبر التقرير هو أكبر ضحية لإغلاق استمر 17 يوما لمؤسسات حكومية كثيرة وقد بحث المسؤولون اليوم أيضا إمكان تأخير إصدار تقرير معادل تضخم الشهري لأن تأخير الأعمال ترك آثارا مكلفة وواسعة النطاق وثقت شركة روس نفت وهي أكبر منتج للنفط الخام في روسيا على التخلي عن جزء من ثرواتها النفطية للصين ووقعت مذكرة لتطوير مكامنا في شرق سيبيريا لاستغلال احتياطية النفطية بطريقة مشتركة وكانت روسيا في السابق تفضل توقيع اتفاقات توريد طويلة الأجل مع الصين مدعومة بقروض بعدة مليارات دولار علم أن الصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم وسوف تملك روس نفت حصة مسيطرة تبلغ 51% في المشروع المشترك بينما تملك شركة الصينية الرسمية 49% مساجلا تسارعا هو الأول بعد فصلين من الطباط النمو الاقتصاد الصيني يرتفع بنسبة 17% في الفصل الثالث من العام فيما ارتفع اجمالي ناتج الداخلي الصيني بنسبة 17% في الأشهر التسعة الأولى وحقق النمو الاقتصادي الصيني العام الماضي أضعف أداء منذ 13 عاما ما أثر مخاوف من حصول انجماش في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ودفع بكينيا تحفيز الاقتصاد واتخاذ إجراءات كالإعثاء الضريبية نمو الاقتصاد الصيني عكس نموا في أرباح الشركات الصينية الحكومية عشرة ونصف في المئة نسبة النمو في الأشهر التسعة الأولى من العام ما يؤكد استعادة اقتصاد البلاد لبعض عافيته وقوته وزارة المالية الصينية كشفت أن الأرباح الإجمالية بلغت 290 مليار دولار حتى نهاية الشهر الماضي شركة الكهرباء الإلكترونيات النقل البتروكيمويات سجلت النمو الأكبر في الأرباح بينما سجلت شركات المعادن غير الحديدية والكيميائيات انخفاضا كبيرا شركة جوجل التي تملك محرك البحث الإلكتروني الأكثر شهرة واستخداما في العالم تحقق إيرادات ضخمة في الربع الثالث من العام الحالي عند 14 مليار و890 مليون دولار أرباح الشركة بلغت مليارين وتسعمائة وسبعين مليون صعودا من مليارين وثمانية عشر مليون في الفترة نفسها من العام السابق حيث حققت قيمة السهم الواحد صعودا بنسبة تفوق 25% انتفاق اللحظات الأخيرة في الكونغرس الأمريكي لم يحول دون ارتفاع سعر الذهب فالمعدن الأصفر ما زال ملاذ الآمن للمستثمرين مع احتمال إرجاء خفض التحفيز النقدي الذي يقوم به مجلس الاحتياطي الاتحادي في واشنطن وارتفع سعر الذهب في السوق الفورية إلى 1321 دولار للأنصة لتبلغ مكاسبه هذا الأسبوع نحو 4% وكان الذهب قد هوط خلال فترة إقفال بعض المؤسسات الحكومية نحو 4% ختم المجز وعودة إليك على شكرا لك لسال اقتصر ارتياد المقاهي في موريتانيا حتى وقت قريب على الجاليات المقيمة وبعض الشباب الموريتانيين خرجي الجامعات العربية إلا أن المقاهي انتشرت بشكل واسع في البلاد في السنوات الأخيرة وتحولت المقاهي إلى منابر حرة لنقاش مختلف الموضيع السياسية والفكرية والثقافية مقهى تونس بقلب وكشوت بات محطة ثابتة في البرنامج اليومي للشيخ دومان ورفاقه في التيار الوطني التقدمي المقهى واحد من عشرات المقاهي التي اكتسحت أهم شوارع العاصمة في السنوات الأخيرة قبل أن تصبح محطة اهتمامي مختلف القوى السياسية والثقافية بالبلد لما يدور داخلها من حوارات أحيانا تؤرق لميلاد تيارات سياسية جديدة تيار الوطني التقدمي بدأ هنا من هذه القهوة وحول هذه الطاولة تحديدا بدأ فكريا تيارا فكريا مهدت التفاهمات الفكرية لخلق ثقة ولخلق مناخ استزمرناه لخلق هذا التيار السياسي الذي نطمح من خلاله بالمشاركة العملية السياسية ذورة على الأطور التقليدية للممارسة السياسية والثقافية في موريتانيا هنا في كل زوايا المقهى من بعد الغروب وحتى ساعات الفجر الأولى نقاشات لبل مؤتمرات وندوات أحيانا كما هو الحال هنا في هذه الأمسية الثقافية بالتعاون بين المركز الفرنسي في موريتانيا وكتاب ومثقفين موريتانيين مقاهي من ساهمة في إيجاد طبقة جديدة من أصحاب الرأي في موريتان اللي هم الشباب في موريتان ولا ترى مختصر فقط على شبع دي جمعها الرجال الكبار وجمعها الكول وحتى نجل عليها تغييرت العقلية من كل كاملة في البيت ما جماعة محدودة إلى القهوة جماعة أوسعة خرج دائرة جلسات النقاش هناك من يفضلون الصمت إنهم المدونون ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي التي عرفت إقبال غير مسبوق وباتت مصدر المعلومة الأول منذ بداية ما بات يعرف بثورة المقاهي هنا الحرك الفكري والسياسي المتنمي بمقاهي واكشوت لا يتجاوز في نظر البعض مجرد حالة تأثرية بما يزري في بلدان عربية أخرى لكن بالمقابل هناك أيضا من يرى فيه بذور تحولات اجتماعية وسياتية كبرى يعرفها المجتمع الموريتاني منذ سنوات أبيزيدان وكشوت الميادين اعتزال أبو تريكا لا رجعة فيه المزيد من التفاصيل في أخبار الرياضة مع محمد جرالي إليك محمد شكراً على السلام عليكم قرار الاعتزال لم يكن وليد الصدفة وهو نهائي لا رجعت فيه تأكيد خرج به النجم المصري محمد أبو تريكا على خلفية إعلانه نياته الاعتزال نهائياً في ختام الموسم ماجيكو نفى إمكانية خضوعه للضغوط الهادفة إلى العدول عن قراره نجم الأهل أكد أن قرار الاعتزال لم يأتي كردة فعل على الهزيمة القاسية أمام غانا ولم يكن وليد لحظة ضعف أو يأس تراجع وزير الرياضة البرازيلي آلدو ريبيلو عن استقالته من منصبه المسؤول الرئيسي عن الاستعدادات لتنظيم المونديال عدل عن قراره بعد اجتماعه مع الرئيسة ديلما روسف متحدث باسم الوزارة أكد طلب روسف فقاء ريبيلو لمواصلة تنسيق الاستعدادات قرر استقالة الوزير جاء سعيا منه إلى الترشح لمنصب حاكم ولاية ساو باولو العام المقبل رئيس الحزب الشيوعي سيشهد تسليم الملعب المقرر إلى فيفا في موعدها المرتقب نهاية العام الحالي قمة مباريات المرحلة الثامنة من الكالشو الإيطالي يحتضنها ملعب أوليمبيكو روما المتصدر يصديف ملاحقه ناقلي في صراع قوي تحت أنظار يوفنتوس حامل اللقب والمتأهب لخطف الصدارة فريق العاصمة المتصدر يسعى لاستكمال انطلاقته نارية هذا الموسم فريق ذياب لم يفرط بأي نقطة محققا سبعة انتصارات متتالية روما سجل عشرين هدفا واهتزت شباكوه مرة واحدة فقط وسيكون الفريق الأزرق مدعوما على الأرجح بأصورته مارادونا من المدرجات ويبدو الفريق الجنوبي متواهجا تحت قيادة مدربه الإسباني رفيال بانيتاز ويسعى الارجنتيني جونزالو إيغوين لخطف نقاط المباراة الثلاث لفريقه مدعما بالإسباني خوسيكي خون وسلوفاكي ماريك هامسك نتائج المنتخب الألماني المميزة تدفع اتحاد كرة القدم لتمديد عقد المدرب يوكيم لوف حتى تموز يوليو من العام 2016 لوف أعرب عن امتنانه لثقة الفريق والاتحاد الألماني به ووعد بمزيد من التطور في الفريق وبقوة جديدة بصدد التفجر لوف تولى منصب مدرب المنتخب الألماني عقب مونديال 2006 خلفا ليورغين كلينسمان لم تخسر ألمانيا تحت قيادته سوى ثلاث مباريات رسمية اثنتان منها أمام إسبانيا في نهائي كأس الأمم الأوروبية أمام 2008 ونصف نهائي مونديال 2010 أما الثالثة ففي مواجهة إيطاليا في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية العام الماضي في عالم الكرة الصفراء الفرنسي جويلفرد تسونغا يتأهل بصعوبة إلى ربع نهائي دورة أرسل النمسوية الدولية المصنف أولا في البطولة أقصى الألماني دانيل برانتس تسونغا أنهى اللقاء بمجموعتين لواحدة وضرب موعدا في دور الثمانية مع النمسوي دومينيك ثيم المتأهل من بوابة تشيكي ياروسلاف بوسبسل ألماني طومي هاس لحق بركب المتأهلين إلى ربع نهائي المصنف ثانيا في البطولة عبر على حساب سلوفاكي ميلوسلاف مشير هاس فاز بمجموعتين من دون رد وضرب موعدا مع تشيكي راديكس سافانيك الفائز على السلوفاكي الآخر لوكاسلاكو بمجموعتين لواحدة بطل التنس مالك الجزير غير مذنب رابطة لاعبين المحترفين برأت تونسي بعدما أرغمه الاتحاد بلاده على الانسحاب من دورة تشقند لتفادي مواجهة لاعب اسرائيلي رابطة أجرت تحقيقاتها في القضية حيث لم تجد أي مخالفة ارتكبها اللاعب وأرسلت الملفة إلى الاتحاد الدولي الذي سيجري بدوره تحقيقاته ليحدد ما إذا كان الاتحاد التونسي هو المسؤول عن هذه القضية وسيدرس الاتحاد الدولي القضية في اجتماعه المقبل كان هذا ما لدينا من أخبار رياضية نشكر لكم حسنا متابعة عود عليك علم مجددا شكرا لك محمد وإلى الماضي الحاضر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة